بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستكيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أخثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعل في أعناكهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحوا وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصروا وسواء عليهم أآذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهي الموتى ونقطب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين وادرب لهم مسلا أسهاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فغذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما آتم إلا بشر مثلنا وما آذر الرحمن من شيء إن آتم إلا تخذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا أذاب أليا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسعدكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتأخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بدر لا تغنعني شفاعتهم شيئا ولا ينكزون إني إذا لفي دولار مبين إني آمعت بربكم فاسمعون كيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقرمين وما أزل على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن قل لما جميعوا الذين محدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعل فيها جنات من نكيل وأعناب وفجلنا فيها من العجون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مزلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العلي والقمر قدرناه منازل حتى عادق العرجون القرية للشمس ينبغي لها أن تذرق القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زليتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشنغرقهم فلا سريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا كيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معلدين وإذا كيل لهم أنفقوا مما رذقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعموا ولو يشاء الله أكعمه إن آتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن قنتم صادكين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ميلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محدرون فاليوم لا تزلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما قانتم تعملون إن أصهاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزباجهم في سلال على الأرائي متكوون لهم في فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا سراط مستكيم ولقد أدل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعكدون هذه جهنم التي قواتم توعدون إسلوها اليوم بما قواتم تكفرون اليوم نختم على أفوائهم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على آيونهم فاستبقوا السراط فأنا يبسرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطوعوا مديا ولا ياجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما أملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وزل الله لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصره وهم لهم جود محدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فيزا هو خشيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العزام ويرمين كل يحييها الذي آشها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا آتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقون فسبحان الذي بيده ملقوت كل شيء وإليه تردعون